صباح وإهلا وسهلا على الكنال. اليوم نتحدث عن التليفون الجديد من شركة أبو اسمه الرينو 5 Pro 5G هذا التليفون لديه شاشة 6.5 إنش عنده 90 هرتز. لديه البطارية التي نستطيع أن نشارجها بال65 واط السوبرهوك 2.0 وآخر شيء أيضا لدينا هنا الحاسوب الجديد من ميدياتك الـ 1000 Plus يسميه جديد من عنده اسمه Dimensity 1000 Plus يلا أنا طاري شكرا جزيلا على كل الناس لمن الاشتراك على الكنال دعونا نضيع وقت. دعونا نفجيكم كيف نلعب ألعاب عليه لهذا التليفون وماذا رأيه لهذا التليفون بعد استعماله اضعوا لايك واسجلوا على القناة حتى دائما تعرفوا عندما ننزلكم بيتيوية جديدة هذا هو الأخيرا فوق رينو 5 Pro 5G حالي يوتي في لهذا التليفون أن شكله كثير كثير مميز عن التليفونات الثانية التي نرى بالسوق كما ترى تقريباً يجعل اللون يصير تقريباً للخضار هذا الذي موجود لنا هنا وفينا أيضاً نحلي قليل موف وعدة ألوان عدة الألوان تتغير كلمة تغير حقيقة موقعه بالنسبة للشمس أو بالنسبة للطو لدينا أربع كاميريات موجودين فوق هنا لدينا واحد الأول الأساسية 64 ميجابيكسل الثاني تكون 8 ميجابيكسل ألترا وايد وآخر شي لدينا اثنان كاميرتان 2 ميجابيكسل واحدة منهم مونو والثاني ماكرو او 4K 30 فريمس برسكين بيعطونا هنا القوة الكاميريات لما نقرب لقدام لدينا الشاشة هنا 6.5 full HD 1080p ريزولوشن عليها لذلك لدينا 90 هرتز لدينا Always On Display الكلور رواس 11 موجود عليه لها التليفون والحاسوب اللي موجود بقلبه MediaTek سميينه Dimensity Alpha Plus تقريباً قوته من قوة الحاسوب 865 منه لQualcomm وهلا أفرجيكم الأرقام اللي عنا هنا لدينا Fingerprint Sensor موجود لتحت لدينا Face Unlock موجود لفوق Google فيد على الشمال يمكننا ندور App drawer يمكننا نزل Notification كل الشغلات اللي بدنا اياها موجودة هون والحليوة فيها انه يمكننا نزل كل تطبيقاتنا من Google Play Store لانه موجود فيها لها التليفون هذا الموضوع بيكون الانترناشنال الموضيل ويأتي مع Google Play Services عندما نجي على About التليفون نرى اسمه Oppo Reno 5 Pro 5G Android 11 Color OS 11.1 هذا التجديد عليه جديد كمان التطبيق Dimensity 1000 Plus Octo-Core Processor عندنا 12 GB RAM 256 GB ومعنا نحن نقدر نزيد SD Card خلص بابا عنها لدينا 2 SIM Card لل 5G عم بستعمل واحدة منهم هون وغير هيكا متلو انتلكون عندها كمان الاندرويد 11 والشاشة متل ما خبرونا بالبلدية انه نقدر نعملها ياما 90 هرس ياما 60 هرس متلو انتلكون البطارية الموجودة ومعنا هون بقلبه 4350 ميلي امبير منقدر نستعمل الشجر الذي يأتي بقلب العلبة هذا 65 واط السوبر VOOC 2.0 منهم لأوبو ليقدر يشارج التليفون بسرعة كثيرا بيعطونا الشريط طبعه كمان بقلب العلبة USB-A لل USB-C سماعة منقدر نستعملها بال USB-C لانه ما عنا هاتفون جاك على هون واخر شيء كمان بيعطونا غطى لنقدر نشوف اللون الحلو طبع هذا التليفون كل الخيارات الموجودة عندنا هنا تحت البرسوناليزيشن بالكولور رواس 11 موجودة هنا وكل الشغلات حلوة زادلنا كمان زيادة لنغير كيف تعيط البصمة الاصبع تقدر تغير تعمل الالوان حواليها يمكننا نغير الايكون پاك بنعمل الابلايوت والوالبابر حتى الـ Always On Display انا عملها خصوصية لألنا لكن اذا فقط على Always On Display هذه انا عملت لواحدة وزبتت على شاشة تعيتي لما منط فيها الأولا اخر شيء مثل ما خبرتكم بأول الفيديو بنا نبدأ نتحدث عن الألعاب التي نزلتها لدينا الـ Call of Duty Mobile لدينا الـ Genshin Impact Modern Combat Versus لدينا الـ Asphalt 9 لدينا الـ PUBG Mobile وبعرف انه هناك ناس منكم يحبوا يعرفوا الـ Benchmark كيف عليه لها التليفون عملت التجربة عليه بمرتين مرة بالـ Competitive Mode ومرة بالعادة حتى نقدر نعرف قوت له الحاسوب عملت عليه تجربتين أول تجربة لما يكون السيستام عادة والتجربة الثانية بالـ Competitive Mode أو الـ Performance Mode الموجودة على التليفون مثل ما ترى عندما نعمل على العادة يكون 727 لما نعمل يستطيع نطل إلى 785 وهنا أيضا تحت الـ Compute ينطل من 4800 و 2300 إلى 5406 مثل ما ترى هناك تحسن يقوته للتليفون ولكن الشيء الذي يجب أن نعرفه عندما نرى تحت الـ Single Core 785 تقريبا يقوته هنا مثل ما نرى Exynos 990 أو حتى الـ One Plus 7T 555 Plus منه الـ Qualcomm معناه تقوته لهذا الحاسوب ستكون منيحة ورغم أنه منه Qualcomm نستطيع أن نستطيع أن نتهنى فيه كثيرا آخر شيء نزلت هنا تطبيق كيشي لأنه سنستطيع أن نستطيع أن نستطيع التطبيق كيشي كمان لنعب معه قريبا هلأ و هلأ ما عندي إلا لعبة هنا الـ Modern Combat Versus ستكون الوحيد الذي ستمشي معها كيشي خلينا نبدأ نفرج نشوف كيف الألعاب حايمشوا ولكن أريد أن نفرجكم المميزات الجديدة التي نزلوها بالـ Gaming Center أول شيء نحن نفرج على Game Space هنا لدينا نستطيع أن نقوم بعمل الـ Balanced Mode الـ Competition Mode يقوم بعمل تطبيق كل شيء يوجد بطارية سايفر هنا نستطيع أن نقوم بعمل كل المميزات الجديدة هنا سنزلها من هنا و دعنا نضط على اللعبة هي PUBG Mobile عندما دورت الآن و نضطينا على اللعبة لأنه كنت ركب الـ Background تظل ميشي منيح و هذا يكون بسبب أننا لدينا Hyper Boost 4.0 موجود عليه كمان آخر شيء كمان هنا تحت PUBG و أعطيكم بعدين المميزات الحلوة يمكننا أن نسحب من الشمال هنا لفوق لدينا ما يسموها Game Center أو Gaming System الموجود يمكننا أن نضط على الشاشة نستطيع أن نقوم بعملها منيح و صغرها الـ Touch response رغم أن الشاشة تطلع للـ 90 الشاشة الـ response معناته نحن نلعب أصبعاً يمشي على الشاشة أسرع و يمشي كثير منيح و يمكننا أن نضبطها لكل اللعب إلى واحدة Game Focus Mode كما أفجر لكم يمكننا أن ندورها إذا كان لدينا نطفي شغلات زيادة آخر شيء كمان بدي أفجر لكم يمكننا أن أفجر لكم نحن الـ Performance Mode هذا الذي أفجر لكم الـ Competition Mode تعمل الـ Overclock لكله للسيستام نستطيع أن ندورها من هنا Game News نستطيع أن ندورها هناك أيضاً نسميها كما أفجر لكم في الفيديو الآن تأتي الـ Notification من عبر الشاشة من نصفها لا تأخذنا لا تأخذ نظرنا من اللعبة نستطيع أن نركز على اللعبة رغم أن يأتينا ميسج من أي شخص آخر آخر شيء نعمل نفس الشيء نسجل للشاشة نعمل عديد شغلات هذه الشغلات كثيرة بنيحة لكن دعونا من ضيع وقت دعونا نبدأ لكم كيف الألعاب يعملوا على هذا التليفون الجديد ونج 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 اشتركوا في القناة 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 ولكن أريد أن نتذكر أنه بسعره والمميزات التي تأتي معه كثير كثير منيحة عملونا خيارة حلوة كثير وضعوها بالسعر مضبوط خاصة أن هذا التليفون سيكون جلوبال معني أنه هنا نجيبه بإنترناشنال يلا شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد